ده كريشنا البطل بتاع في المنى اما دي فبتكون بريا والاحداث بتبدأ وجدة كريشنا بتكون في البيت وبتلاقي حافظة راسم صورة ابو رهت وامه بريا وبنكتشف ان هم اللي اتنين ماتوا وساعتها بتتكلم معاه وبتشجوه على كل حاجة بيعملها والتاني يوم بتقابل مدير مدرسته وبيعرفها ان كريشنا زكي جدا وقدراته العقلية تفوق حدود البشر ولما بيعملوله اختبارات بيقدر يجاوب على كل المعلومات العامة اللي صعب حد في سنه يكون عارفها وده بيخلي جدته تجري ناحيته وخيف عليه وساعتها المدير بيسألها ليه مش عايزة كريشنا يظهر للناس فبتقوله علشان ما يموتش زي يا ابوه والعالم يستغلوه وبتتعهد هتاخد حافظها ومحدش هيعرف طريقهم وفعلا بيبنوا بيت جديد وبيبداوا حياتهم من الاول ومع الايام بتهتم بحافظها وبتعلموا كل حاجة عايزها وكريشنا كل ما بيلعب مع اصحابه بيبانوا انه قوي جدا عليهم وبيخافوا منه فبيصاحب الحسان بتاعه وبيطلع يجري اصاده بسرعة وفي اللحظة دي بتعد السنين وبنكتشف انه كبر وبيكون صورة تبقى الاصل من رهد ومازال بيتحدى حسانه وعاوز يكسبه باي طريقة لحد ما في الاخر بيفوز عليه ولما بيرجع البيت لجدته الطفل الصغير بيعرفها ان كريشنا بيتسلق الجبال وبينط في النهر فجدته بتلومه على كل تصرفاته فبيقولها كل اصحاب بيخافوا مني عشان شايفين مختلف عنهم فكان لازم اصاحب الحيوانات والطبيعة ويعيش لوحدي وبنشوفه زعلان ومن ناحية تانية ده بيكون فيكرام وبيسأل مدير المدرسة عن السيدة سونيا وحافظها كريشنا لكن بيرفض يعرفه اي حاجة عن مكانهم وبعدها بنلاقي كريشنا بيلعب مع اصحابه وبيشوف براشوت نازل من السماء وصاحبه فقد السيطرة عليه فبيطلع يجري باقصى سرعة وعايز يوصل له وبيستخدم قوته الخرقة وبيروح في الاتجاه بتاعه لكن البراشوت بيخبط في الشجر وصاحبه بيقع منه فبيطلع عليه وبينقص حياته في اللحظة الاخيرة وبنتفاجئ سعيتها انها بريا وهم الاتنين بيبصوا البعض باستغراب ولما بتصرخ بيرميها على الارض وبتفقد وعيها ووقتها اصحابها بيوصلوا لها وبيلقوها عايشة وفيها الروح وكريشنا بيقول لي بهادور انه هو اللي انقص حياتها كريشنا بيخلي بهادور يقولهم انه شبح وبيبدأ يخوف فيهم وبيحكي لهم قصة عنه من وحي الخيال وبريا ما بتقدرش تدوس على رجليها وبتكتشف انها مكسورة ولما بتكون موجودة في الخيمة كريشنا بيدخل لها وبيعالج رجليها من الكسر وبيحط ايديها على بقاء علشان ما تتكلمش لكن بتصرخ بسرعة وكلهم عايزين يعرفوا ايه اللي حصل وللأسف محدش بيصدق كلامها وبيقولولها اكيد بتحلمي فبتقوم تقف على رجليها وبتعرفهم انه هو عالجها وتاني يوم بيحاولوا يطلعوا الجبل وفي لحظة ما بريا بتوصل للمكان بتتفاجئ ان كريشنا قدامها وبتخاف منه وبتصرخ بصوت عالي وبتقع من فوق وبتتعلق في الحبل وكريشنا بيتسلق الجبل وبيطلع بسرعة كبيرة وهم مستغربين ومش مصدقين عينيهم وتاني يوم كريشنا بيتفق مع بهادور على خطة ولازم ينفذها عشانه وفعلا بيروح لبريا وبيعرفها ان الشبح كان بيحب واحدة شبهها في حياة تانية ولو سفرت من غير ما تقبله ممكن ييزيها وهي بتخاف وبتوافق على كلامه وساعتها بتروح لمكان كريشنا وبتدور عليه لحد ما بيظهر قدامها وبيمشي في الاتجاه بتاعها وهي في حالة رهبة ومش عايزة تقرب له ووقتها بيعرفها انه انسان زيها وبيبدأ يشرح لها كل حاجة عن حياته وبيقابل اصحابها وبيتأسف عن كل حاجة عملها معاهم ومع الايام بيكون في القارب وبيصطد السمك بيديه بكل سهولة ولما بيلعبوا طائرة بيقطع الشبكة وهم بيستغربوا جدا من قوته وهو وبريا بيرربوا من بعض وبيقضوها رأسه اغاني وكل واحد منهم فرحان وبعدها بيعرفها على جدته والالاقة بينهم بتكبر اكتر واكتر وساعتها بتعد الايام ورحلتها بتخلص وهترجع سنغافورة وبيقرر يودعها لكنه متضايق وزعلان ولما بتكون في اليوتوبيس هو بيفضل يشاور لها وكأنه بيقولها متبعدش عنه وللأسف بيوقع في حبها والدموع بينها فعني وتاني يوم بريا وهوني بيرجعوا شغلهم وبنعرف انهم مراسلين في قناة تلفزيونية ومدريتهم بتهزقهم لانهم اتأخروا في اجازتهم وهوني بتكلمها عن شاب خارك للطبيعة وهيقدروا يجبوه سنغافورة ويصوروا معاه وبعدها بريا بتسألها ازاي كريشنا هيوافق يجيلنا فبتخليها تكلمه في التليفون وبتمثل عليه الحب وبتطلب منه يقبل امها ويطلب يديها علشان ما تجوزهاش لواحد غيره وهو بيصدق كلامها وبيوافق عليه وبيرجع لجدته وبيحكي لها كل حاجة معبرية وبيطلب منها تخليه سافر علشانها لكن جدته بترفض وبتكبره يسمع كلامها فبيتدايق منها وبيسألها ليه بتحرميني من حبي ودايما حبساني ومش عايزاني يعيش وجدته بتدخل للقوضة وبتقفل على نفسه وبينلاقيها بتفضل تعيط ولما بيجي الليل بتروح تتكلم معاه وبتحكي له ان جده كان عالم وقدر يتواصل مع الكينات الفضائية لكنهم عملوا حدثة بالعربية والعربية انفجرت بيه وللأسف ابنها رهيد كان متأخر عقليا لحد ما السفينة الفضائية بتنزل للقرية والجاده بيتعرف على رهيد في الغابة وبيدي له قوة خرقة وحياته بتتغير ومع الوقت رهيد اتجاوز نيشا واصبح اشهر راجل في العالم وسافر سنغافورا الاكبر شركة للتكنولوجيا والمعلومات واللي بيكون صاحبها دكتور اريا وهم الاتنين بيتعرفوا على بعض وبيطلب منه ويصنعوا جهاز لرؤية المستقبل وبالشكل ده هيمنعوا الحوادث وهيتنبقوا بالكوارث الطبعية وبيتفقوا على تنفيذ المشروع وبعد فترة سونيا اتكلمت ابنها وعرفته ان نيشا هتولد لكن بيقولها انهم استغلوه وما كانش ينفع يسيب القرية وبعدها بيكتشفوا ان روحة مات بسبب حريقة حصلت في المعمل وسونيا بتقول لك ريشنا انا خايف اخسرك زي ابني وهو زعلانه متأثر جدا بكلامها وتاني يوم جدته بتوافق انه يسافر ومش عايزة توقف قدام حبه وبتطلب منه ما يستعملش قوته مهما حصل وهو بيوعدها يسمع كلامها في كل حاجة ومن ناحية تانية بنروح لدكتور اريا والحارس بتاعه في كرام وبيركبوا الطيارة مع بعض وبيوصلوا الجزيرة محدش يعرف مكانها وبيقابل مجموعة علماء وبيحاول يبني الجهاز اللي روحة مات قبل ما ينفزوه وبيحلم في يوم يشوف المستقبل ويتحكم في العالم وفي نفس الوقت كريشنا بيوصل لدولة سنغافورة ووقتها بيقابل بريا وبتستغرب من شكله الجديد وبيقول لها عايز قابل امك واطلب يديكي علشان ارجع القرية الجدتي فبتقول له ام مسافرة وهترجع كمان اسبوعين وبيحاولوا يضحكوا عليه وعايزين يستغلوه وساعتها بيودو الشقة اللي يعيش فيها وكريشنا بيحاول يقرب من بريا وبيديها هدية عبارة عن خاتم وبتلبسه في يديها وبيعترف بانه بيحبها وبعدها بيكون في الشارع وبيلاقي واحد بيستعرض مهارته القتالية واخته عندها اعاقة وبتحاول تلمي فلوس من الناس لكن للأسف العصاية بتتكسر وبيقع على الارض وفي اللحظة دي الناس بتمشي والطفلة الصغيرة زعلانة فبيكرر كريشنا يقوم بالدور بتاعه وبيستخدم قواته الخرقة وبيقدم استعراض كبيرة علشان يساعدهم وكل الناس بيسقفوله وبيلم منهم تبرعاته بيديها للبنت الصغيرة وبيقابل اخوها وبيكون اسمه كريسلي وبيعرفه انه شغال في السرك وبيدله دعوة للحضور وتاني يوم بريا بتقدم برنامج تلفزيوني وللأسف بتفاجئ كريشنا انه يطلع معها ويستخدم قواته الخرقة ولما بيعترض على كلامها هي بتأثر عليه وبتخليه يوافق ووقتها بيتحدى الارد على مين يطلع الشجرة الاول والارد بيروح للاتجاه بتاعه وبالشكل ده التحدي بيتلغي ولما بيكون في النهر بيتلع من المياه جزمة بدل السمك وبيكون قاصد ما يستخدمش قوته وبريا ازعلانة جدا وبعدها بيجي الليل وبياخد بريا وبيروح السرك وبنشوفه معمالين بيروسه وبيغنه وبيكونوا فرحانين وفي اللحظة دي النار بتمسك في المكان وبريا عمالها بتصور الحفلة بكاميرتها وللأسف بيحصل انفجار وهي يبطوها على الارض وكريشنا بيتطمن عليها بسرعة وبيكرر يطلعها بره السرك والناس بيتخاف وبيحاولوا يهربوا ووقتها كريشنا بيكتشف ان الاطفال محبوسين والمكان بيتحول لكتلة نار وساعتها بيخاف يظهر قوته الخرقة لحد ما بيشوف قنعم موجود قدامه فبيكرر يلبسه وبيخاب يوشه وبيدخل السرك وعاوز ينقص حياة الاطفال بأي طريقة ووقتها بيوصل لهم وفي النهاية بيخرجهم وبيتكتب لهم عمر جديد لكن بيتفاجئ ان في طفلة لسه موجودة جوه فبيرجع بسرعة وبيدور عليها وعاوز يوصل لها وساعتها بيعرف موقعها وبيحاول يطمنها وبيقول لها ان اسمه كريش علشان ما تخافش منه وفي اللحظة دي بيجري بيها واست النار وبيسيب المكان ووقتها بيشوف بريا وبيكون متفاجئ والاتنين بيبصوا البعض وساعتها بيديها الطفلة وبيبعد عنها وبيرجع لها تاني وكأنه ما عملش حاجة والطفلة الصغيرة بتلاقي قطعة من القناع موجودة في ايديها والتاني يوم وسائل الاعلان بتتكلم عنه وعايزين يعرفه هو مين والطفلة بتقول ان اسمه كريش وبيعمله بمكافأة 25000 دلور للا يكون معا القناع اللي بيطابق القطعة المكسورة وبعدها بريا بتكلم هوني وشك ان كريشنا هو الرجل المقنع لانها شفته كانت بتشبه عليه وتاني يوم بتكون ماشية معاه وفي شوية شباب بيديقوها وهي متفق معاهم ومزبطة مع اصحابها علشان يصوروا كريشنا وتثبت انه الرجل المقنع وساعتها بيدفع عن نفسه وبيطر لفوق لكن بيشوف المصورين وبيعرف خطتهم وبيخلي العصابة يضربوه وبيمثل انه ضعيف وبريا بتعرف من هوني انها ما بعتتش حد ليها والعصابة بياخدوا الشنطة بتاعتها وبيسيبوا المكان وهي بتتأسف لكريشنا وبتقوله النصوص طلعوا حقيقيين بدل اللي كنت مستقراهم وبيكتشف انهم سرقوا الخاتم لدهوا لها ولما بيجي الليل العصابة بيكونوا متجمعين وكريشنا بيروح لهم وبيكون لابس القناع بتاعه وشايف الخاتم قدام عينيه وبيبدأ يضرب فيهم وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر يتحدى او يقفوا صوته وفي النهاية بيسلموا الخاتم بكل سهولة وفي اللحظة دي كريسلي بيشوفه وبيكتشف انه هو الرجل المقنع ومعرفش حقيقته لحد مهما حصل والتاني يوم كريسلي بيطلع في التلفزيون على انه الرجل المقنع وبيستلم الجايزة ولما كريشنا بيظهر على الشاشة فكرام بيشوفه وبالشكل ده بيعرف طريقه وهو بيدي الخاتم لبريا من تاني وبيقول لها ان كريسلي هو اللي ساعده يرجعه مع الوقت بريا بتتفرج على الفيديوهات الموجودة على الكاميرا بتاعتها وهي وصاحبتها بيشوفوا الانفجار اللي حصل في السيرك وبيكتشفوا ان كريشنا هو الرجل المقنع وكان بيدحك عليهم وبيكونوا فرحانين جدا وبيسيبوا المكان بسرعة ولما كريشنا بيتصل بريا امها اللي بترد عليه وبيتفاجئ انها مش مسافرة وهي ما تعرفش اي حاجة عن حب البنتها وساعتها بيستغرب ومش مستوعب اللي بيحصل وبريا وصاحبتها بيكونوا في الشغل بعدما خططهم نجحت واستغلوا كريشنا لكن هو بيكون سمعهم ومش قادر يصدق نفسه وبعدما بيسيب المكان وبيمشي بريا بتعترف لصاحبتها انها حبت كريشنا ومع الوقت بتروح لبييته وبتلومه علشان ما قالهاش انه الرجل المقنع فبيكون متضايق وبيسألها ليك دبتي ومثلت علي الحب وهي بتحاول تقنعه انها تغيرت وتعلاقب بيه لكن بيرفض يصدقها وبيعرفها انه ضحب كل حاجة علشانها وبيبدأ يحكي لها كل حاجة حصلت لأبوه وليه مش عاوز يقول للناس انه الرجل المقنع وبيكون زعلان علشان دحكت عليه وبعدها بيسيب المكان وبيمشي ووقتها بنروح لمؤتمر خاص بالدكتور اريا وهناك بنلاقي مدريتهم حضرة في المكان وبريا بتوصل لها وبتشوفها موجودة قدامها وفي لحظة ما بتحاول تدخل لها في كرام بيمنعها وبيفتكر لما شوفها مع كريشنا في التلفزيون وبيستغرب جدا وساعتها بيروحوا لكريشنا المطار وبيلحقوا قبل ما يسافر ووقتها في كرام بيعرفوا انه ابوه لسه عايش ولازم ينقص حياته من الموت وساعتها بياخدوا للبيت وبيبدأ يحكي له كل اللي حصل زمان وبيعرفوا ان روحة قدر يصنع الجهاز اللي من خلاله بيشوف المستقبل وبيكتشف ان مراته بتولد في المستشفى وعاوز يعرف المولد ولد ولا بنت وبيكون الباسورد للجهاز مسح لشبكة عينيه وبعدها بيقسمه عدل ضربات القلب ولما بيشوف المستقبل بيلاقي نيشة قدامه وبيعرف انها جابت ولد لكن امه بيجي لها تليفون وبتكتشف ان روحة مات وده بيخليه متفاجئ ومش قدر يصدق عينيه وبيرجع شوية بالزمن وبيلاقي نفسه واقع على الارض ودكتور اريا هو اللي بيقتله وبيعرف انه يخلص عليه كمان عشر دقايق وبيشوفه في الكاميرات وبيكون داخل المكان وبيقول رجالته يقتله روحة بعدما يسلمه جهاز رؤية المستقبل ووقتها بيبدأ يكسر في الاختراع بتاعه عشان محدش يستعمله من بعده لكن دكتور اريا بيدربه بالنار وبيقول له هعيد بناء الجهاز من تاني واستخدم كل ابحاثك وقبل ما ياتله فيكرام بيمنعه وبيقول له كلمة السر للجهاز عبارة عن شبكة عين روحة وكمان ضربات قلبه وفي اللحظة دي بيرجع عن قراره وبيعلن لكل الناس موت العالم روحة بسبب حريق في المعمل وبنرجع للوقت الحاضر وكريشنا بيقرر ينتقم وينقذ ابوه وفي نفس الوقت بنروح لدكتور اريا وبيكون معه روحة وبيستخدم ضربات قلبه علشان يشغل الجهاز وبعدها شبكة عينيه واريا بيكون فرحان لانه بالشكل ده مشروعه بينجح ولما بيشوف المستقبل بيتفاجئ انه بيموت وفي واحد مقنع عاوز يضربه بالنار وبيقول لروحة ما تفرحش كتير لانه غير مستقبلي وفعلا بيروح لكريسلي وبيقتله وبيكون فاكره هو الراجل المقنع وفي نفس الوقت كريشنا بيعرف ان اريا بيدور على الراجل المقنع فبيروح بسرعة لكريسلي لكن بيكتشف انه مات وبنشوفه زعلان جدا ومش قادر يسدق نفسه ووقتها بيشوفه دكتور اريا بيركب العربية وبيمشي فبيقرر يجري وراه في شوارع المدينة وبيستخدم قوته الخارقة وعايز يوصله باي طريقة ووقتها دكتور اريا بيوصل للجزيرة بتاعته وكريشنا بيكون في المياه وماشي وراه لحد ما بيكون في الغابة وفي اللحظة دي بيطلع ليه رجالة اريا وهو بيبدأ يتخلص منهم واحد واحد ومحدش عارف يقف قدام قوته الكبيرة دي وبيتخلص منهم كلهم واريا بيدخل غرفة الحاسب من تاني وبيتفاجئ انه لسه بيموت ومستقبله ومحصلش في اي تغيير وبيراجع الكاميرات وبيشوف رجالته مضروبين وبيتأكد ان كريشنا على الجزيرة وبيشوف المستقبل كله علشان يعرف ايه اللي بيحصل وكريشنا بيدخل المكان وبيضرب باقي رجالته ولما بيوصل لاريا بيلاقي ماسك ابوه مسيطر عليه وكريشنا بيبصله بكل استغربه ومش عارف يتصرف ازاي وساعتها بيموت فكرهم لانه خانه وبيكون ماسك بريا وعرف من جهاز المستقبل انها حبيبته وساعتها بيخلي رجالته يضربه وهو ضعيف ومش قادر يدفع عن نفسه وابو بيروح له وعاوز يسأله انت ليه عاوز تنقذني وساعتها كريشنا بينقذه من اريا وبيوقعه على الارض وكريشنا بيتخلص من كل رجالته وبينتقم منهم وروهد بيمنع اريا من انه يموت كريشنا لكن اريا بيدرب بريا وبيبعده عنه وبعدها بيدربهم بالنار وكريشنا بيرمي طفاية الحريق والرصاص رايح نحياتهم وهو بينقذ حياة ابو بسرعة والطفاية بتغير مصر الطلقة وبيحمي بريا وفي اللحظة دي بيحاصر اريا بكل سهولة وساعتها بيدربه وبيخليه يقع على الارض ومش قادر يتحرك ولما بيرفع عليه السلاح علشان ينتقم وبعدها بيموت وروهد بيبص الابن وبيكون فرحان ومش قادر يصدق نفسه وتاني يوم كريشنا بياخد ابوه بيرجعه القرية وبيخليه يشوف جدته بعد غياب سنين وبيلم العائلة من تاني وروهد بيمسك سورة مراته نيشة وبيكون زعلان عليها وبعدها بيوعد على اختراع ابوه وبيكلم الكائنات الفضائية وكلهم بيقفوا وبيكونوا شايفين المركبة الفضائية وبيشكروا جادو والحد هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس والسنونة في فيلم جديد سلام